اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده الامر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له قدوه قال لما بن جوزي أنفع العلوم مطالعة سيرة الرسول كل ذلك في برنامج سير أعلام النبلاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبرك على شرف من صلى وصام وطف بيت الحرام وعلى له وصحبه الكرام ثم ما بعد حياكم الله أخوان الكرام أخواتي الكريمات في برنامجكم سير أعلام النبلاء حيث نسلط الضوء على قصص الأبطال وأن جباء الأطهار من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم حديثنا عن الصحابة وعن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعن المهاجرين والأنصار وعن ما ذكرهم الإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي رحمه الله في كتابه المبارك بسير أعلام النبلاء أما سيرة البطل في هذا الحلقة وفي هذه الحلقة نسلط الضوء عليه مما مضى في سيرته المباركة وإن كان في حلقات متتالية ومتعاقبة في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر له أحداث ومواقف عظيم أي ما قبل إسلامه وفي أثناء إسلامه وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات عمر هذه المحطات في حياته هي المتغيرات وذكرنا في فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على جبل أحد وكان قريب المدينة وارتج الجبل وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهد فشهد النبي صلى الله عليه وسلم للشهادة لعمر رضي الله عنه بل وبشر النبي صلى الله عليه وسلم للعشر المبشرين بالجنة في حديث واحد أن منهم عمر وثم هنا سؤال يطرح بطبيعة البشر هل العشرة المبشرين بالجنة وحدهم الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة الجواب لا طيب لماذا سموا العشرة من مبشرين بالجنة لأن كلا العشرة كلهم ذكروا في حديث واحد في حديث واحد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالعشرة فسموا العشرة المبشرين بالجنة وإلا عكاش بن محصن مبشر بالجنة وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بشر في فلان وفلان وفلان بالجنة ولكن في حديث واحد لعشرة لم يثبت هذا الفضل إلا لهؤلاء رضي الله عنه عمرو بالخطابي رضي الله عنه جاء في الصحيح من خبر إسلام أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل وانظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بجمال صوته عليه الصلاة والسلام وجمال قراءته صلى الله عليه وسلم وكان يقرأ سورة الحق فوقف صادف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر يستمع إليه وقرأ وما هو بقول شاعر فقال عمر في نفسي قبل ذلك أنه مقصود بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصادف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وما هو بقول شاعر قري لما تذكرون قال عمر فوقع في نفسي أنه كاهن فقارأ النبي صلى الله عليه وسلم وما هو بقول كاهن قليلا ما تؤمنون قال عمر فشرح الله صدري أن هذا هو كلام الله فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم تنزيل من رب العالم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه لم فهذا الصحيح بسبب إسلام عمر ولذلك ذكر ابن سعد في الطبقات وأيضا كما جاء عند السير أن الإنسان يستأنس كما ذكر ذلك العلماء أي من قبل السير أن يكون فيها شيء من الضعف بشرط أن لا يكون قد اشتد ضعفه كما يذكر العلماء المصطلح في كتبهم لا يكون حديث منكر أو حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم عياذا بالله وما يكون من أحداث مهمة حديثنا بعد الفاصل فانتظرونا حياكم الأخوان الكرام أخواتي الكريمات في برنامجكم الذي يشرف بيعيونكم ويتهدى إلى ما سمعكم عبر أثير قناة إثراء الفضائي نتكلم عن كتاب المبارك سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي رحمه الله حيث ذكر سيرة عمر بن الخطاب وأطال وأطنام في سيرته المبارك عمر كان من سبب إسلامه أن مر على نعيم العدوي وكان متوشحاً عمر سيفه وكان نعيم قد أخفى إسلامه فلما أقبل إليه قال ماذا تريد؟ قال أريد أن أقتل محمد وكان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم فلما سمع نعيم هذا قال أرجع إلى أختك وزوجها فإنهما قد صبئا أي غير دينهما فغضب عمر رضي الله عنه غضبا شديدا لأنه كان قبل إسلام وذهب إلى أخته وزوجها هو سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجمع فلما دخل إليهم وطلق الباب وارتج الباب وكان معهم خبيب يعلمهم القرآن ويتدارسون القرآن ويحفظون كلام الله عز وجل فلما طرق الباب ودخل عمر رضي الله عنه فزعوا منه فزعا أولا عمر كان بطبيعته أنه رجل قوي وكما ذكر العلماء أنه في السنة السادسة من النبوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اهدي أحد العمرين عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام المخزومي وهو أبو جان ولما دخل ونظر إذ بصحيفة من القرآن من سورة طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشق وكان عمر يريد أن يعرف ما بهذه فأخذت أخته الصحيفة فصفعها في وجهها فسقطت وأدمى منها الدم ولما خرج هذا الأمر رقى عمر رضي الله عنه لما وقع لأخته ولما كان له الموقف من هذا الأمر قال أعطوني هذه الصحيفة قالت لا إنك رجل مشرك لا تأخذها حتى تغدسي فذهب فاغتسل ثم عاد فلما اطلع إلى الصحيفة إذ بها طه ما أنزلني عليك القرآن لتشقى حتى وقف عند قول الله عز وجل عند قول الله عز وجل إلى آيات عظيمة وآيات مباركة فيما ذكر الله عز وجل في القرآن فلما إن شرح صدر عمر خرج خباب وكان مختبئا قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهدي أحد العمرين فأرجو أن تكون أنت فلما سمع عمر هذا الخبر فرح بهذا الأمر العظيم ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبر إسلام ولكن قبل إسلام عمر وقعت أنهم كان نبي صلى الله عليه وسلم في حجرة كانت لأرقم ابن أبي الأرقم جالس مع مجموعة من الصحة فدخل عمر إلى هذه الغرفة وطرق الباب في الليل والناس نيام ومكة العادة يدخلها الناس بسلام إذ بعمر على الباب ومع عمر رجال لا كأي رجال حمزة ابن عبد المطالب ومجموعة من الصحابة فلما نظر على الباب إذ بالطارق عمر فقال الصحابة فزعين يا رسول الله عمر فقال حمزة وقد أسلم قبله بثلاثة أيام إن يكن عمر فنخرج له إن يكن عمر فنخرج له فإنا رجال ونحو رجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه ثم فتح سيد الوراء صلى الله عليه وسلم سيد السجعام بفتح الباب وأخذ بمهازم عمر أي بثوبه ورفعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما لك أن تسلم يا عمر أما لك أن تسلم يا عمر فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكبر المسلمون فكان فيه النصر العظيم وإلى لقاء آخر بإذن الله استودعكم الله الذي لا تضيع وداعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة